السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقاتكم أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة للمرحلة الابتدائية لطلاب وطالبات الصف الرابع المتميزين معي في مادة لغتي للفصل الثاني قوانين التعلم عن بعد أبنائي وبناتي إذن نستعد للتعلم عن بعد عن طريق ماذا؟ اختيار مكان مناسب للتعلم عن بعد يكون خاليا من الضجيج تكون لدي معرفة بجدولي وأوقات التعلم المباشر أيضا أبنائي وبناتي يجب علي أن أجهز الكتاب وأدوات التي أحتاجها أستمع بعد ذلك إلى درسي بتركيز وأكون حاضر الذهن وأشاهد ما يجري حتى لا يفتني شيئا من دروسي أتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص له نوجه رسالة إلى أولياء الأمور من ضابط القوانين أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث وذلك للتوجيه والإرشاد عنوان الدرس إطراءات مجال المستهدف والمجال المعرفي المجال المساند هي المهارات الاجتماعية بالإضافة إلى المهارات الحركية الدقيقة لماذا نقرأ أبنائي وبناتي؟ لماذا نقرأ ونتعلم كيف نقرأ بشكل صحيح؟ أولا لنستمتع بأقلقات فراغنا ونقرأ القصص المفيدة لنكتشف العالم من حولنا أيضا حتى ندرب عقولنا ونطورها الآن حتى أستطيع مثلا أن أصلح هاتفي أو أن أصلح جهاز الآيباد أو الجهاز اللوحي ماذا أستخدم؟ سأحتاج للقراءة حتى أتعلم كيف أستخدمها؟ أقرأ أيضا لأستطيع خدمة نفسي إذا أحتجت أن أبحث عن باب أو المخرج الخروج دائما أبحث عن اللوحات دون الحاجة إلى سؤال أحد أيضا نقرأ لأننا نستطيع أن نقرأ إذن أبنائي وبناتي نقرأ لأننا نستطيع أن نقرأ وهذه بحد ذاتها فخر لنا إذن أبنائي وبناتي بداية الآن أريد منكم قراءة أصوات هذا الحرف بشكل سريع أحسنتم ك هذا الحرف ك وأيضا هنا ماذا نقول؟ لا إذن نقرأ الكلمات مع بعض نحاول أن أشبكها بشكل أسرع أ ك لا أحسنتم أ ك لا ها نربط الكلمة ونقرأها بشكل أسرع مع بعض ها أك لا أك لا أحسنتم نقرأ أك لا ممتاز قراءة صحيحة إذن في البداية نتهجأ بشكل صحيح حتى نقرأ الكلمة بالشكل الصحيح ما هذا الحرف؟ ما صوت الحرف هنا؟ كو ممتاز كو إذن كو حرف الذي يليه ظهرت عليه الكسرة كيف يصبح صوته؟ سي ممتاز أخيرا ر طيب نجرب نربط هذه الحروف مع بعضها كو س ر كو س ر نقرأها بشكل أسرع كوس ر كوس ر أحسنتم قراءة صحيحة كوس ر إذن أبنائي وبناتي الآن ها من يكتشف لي هذا الصوت؟ صوت طويل للحرف هنا ماذا نقول؟ ق أحسنتم إذن هنا الحرف مع حرف الفتحة مع حرف المد الألف تظهر بصوت واحد طويل نقول ق ممتاز ق إذن نظيف نكمل ق لا ق لا ممتاز نقرأها مع بعض نقرأ الكلمة مع بعض نقول قال قال أحسنتم إذن نقرأ مرة أخرى م ر ض م ر ض طيب نربط هذه الحروف مع بعض وش نقول؟ كيف نقرأها؟ م ر ض م ر ض م ر ض أحسنتم م ر ض إذن مر سأعطيكم فرصة لتهجئة الكلمة وقراءتها بشكل صحيح هيا نتهجأ م ر ض أحسنتم كيف نقرأها مع بعض؟ م ر ض ممتاز قراءة صحيحة الآن من يقرأ للحرف الأول؟ في المربع الأخضر في المربع الأخضر من يقرأ هذا الحرف؟ أحسنتم نقول لا لا طيب في المربع الأزرق من يقرأ الحرف في المربع الأزرق؟ ع ع طيب من يحاول أن يقرأ الحرف الموجود في المربع؟ لاتلإطار البرتقالي هم لاحظوا الحركة فتحة واش نقول؟ ب ممتاز ب إذن نحاول نشبك هذه الحروف مع بعض ونقرأهم مع بعض نقرأ هذه الحروف معا لا ع ب ب ب بشكل أسرع نقرأها لا لع 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 لعبة أحسنتم لعبة ممتاز تجميع رائع لقراءة الكلمة الآن ما رأيكم بنشاط ذهني ونتوقف عن القراءة قليلا لاحظوا أمامكم صورة لعدة أشياء اختفت ماذا كان يظهر أمامنا؟ ماذا كان موجود أمامنا؟ من يتذكر؟ أحسنتم سيارة أيضا شيء كان لونة موف أو بنفس جي ما هو؟ حقيبة صحيح أخيرا ماذا أيها الأولاد؟ من يكتشف؟ أعتقد أنها لفتت نظركم من البداية كرة قدم ممتازين ذاكرة رائعة الآن سنستخدم استراتيجية البطاقات الملونة مستعدين لها نبدأ نختار أحد ألوان هذه البطاقات الظاهرة لديكم ما اللون الذي تريدون أن نبدأ به؟ ما رأيكم باللون الأخضر؟ لون علمنا نبدأ إذن باللون الأخضر ماذا كتب على اللون الأخضر؟ ب هيا نتهجأ معا ساعدوني حتى نكتشف الكلمة ب خي لا نقرأها معا ونجمع هذه الحروف ماذا نقول؟ بخي لا بخي لا أحسنتم بخي لا ممتاز إذن أعطيكم نجمة ذهبية تستحقونها هيا الآن اختاروا أحد هذه البطاقات المتبقية لدينا ماذا تبقى لدينا؟ أحسنتم اللون الأصفر واللون الوردي إذن ماذا نختار؟ هيا نختار اللون الوردي ماذا كتب على البطاقة الوردية؟ متحمسين؟ هيا نشاهد ش ر ب هيا نجمح الكلمة ونجرها بشكل سريع شريبا ممتازين شريبا رائع إذن من يحاول مرة أخرى؟ ستعطيكم النجمة شريبا رائع إذن سأعطيكم نجمة ذهبية من كان ينتبه معي من بداية الدرسة يكتشف أنه بقي لدينا لون واحد ما هو هذا اللون؟ ما اللون الذي بقي لدينا من بين البطاقات؟ أحسنتم اللون الأصفر ماذا كتب يترى على هذه البطاقة؟ جميعنا نعرف هذا الحرف المميز حرف ماذا؟ أ أحسنتم أ بعد ذلك الصوت طويل تنطق معا ب ممتاز هيا نقرأها أ ب ممتاز مرة أخرى أ ب أبي أبي أحسنتم تستحقون نجمة رائعة أبنائي وبناتي طيب أبنائي وبناتي ما رأيكم؟ نقرأ الكلمة المكتوبة هنا مستعدين؟ ها ما الحرف الذي ظهر لكم الآن؟ لاحظوا موجودة الضمة ماذا نقول؟ مو مو ممتاز الآن صوت واحد ماذا نقول؟ مو مد بالواو صوت واحد نقول؟ رو أحسنتم مو مو رو مو رو ج ممتاز مع بعض نجمع الكلمة ونقرأ مروج ممتازين مرة أخرى نقرأ الكلمة مروج صحيح إذن مروج ممتاز ممتاز أبنائي وبناتي نعيد مرة أخرى مو رو حرف الأخير ما هو؟ ج أحسنتم إذن كيف نقرأ الكلمة معا؟ ها نربط بين الحروف ونجمعها ونقول مروج رائع أبنائي وبناتي أحسنتم لقد وصلت معكم لنهاية درسنا لليوم نستمر في المحاولة وفي قراءة الألواح الموجودة على المراكز التجارية في الشارع اللوحات الإرشادية أغلفة الكتب حتى نتدرب ونكون قراء متميزين أبنائي وبناتي استودعكم الله وألقاكم على خير معكم معلمتكم منالة صالح الغرب